الخلاف التاريخي بين اليابان وكوريا الجنوبية شهد طفاقما يوم الجمعة بعدما استدعى وزير الخلاجية الياباني تارو كونو سفير كوريا الجنوبية ووجه له اللومة في خلاف دبلوماسي متأزم بشأن تقديم التعويد لكوريين عميل بالسخرة في وقت الحرب الأمر الذي يهدد الإمدادات العالمية لشرائح الذاكرة وشاشات العرض ويأتي استدعاء السفير الكوري الجنوبي بعد يوم من انقضاء مهلة حددتها توكيو لسول لقابول تحكيم دولة ثالثة في النزاع على قضية العمالة بالسخرة ورفضت كوريا الجنوبية تحكيم دولة ثالثة وقال كونو إن على سول أن تتخذ إجراءات سريعة لتصحيح ما قالت اليابان إنه حكم غير صحيح أصدرته المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي بإلزام شركتين يابانيتين بتعويض العمال خلال فترة الحرب